يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر النهاردة حلقة استثنائية بكل المقاييس حلقة خاصة جداً حلقة نشارك فيها نشارك بالفكرة نشارك في تنفيذها نشارك في حلول لمشكلة و أزمة قائمة بقالها تقريباً أو على الأقل عشر سنين مشكلة الدور المصري الممتازة مشكلة بقالنا سنين بنعاني منها أزمات و شكاوة ولعيبة ما بتريحش اتهامات بالمجاملة والعشوائية والمشكلة هي أننا ما عندناش جدول منتظم كلمة مسمعها بقالنا سنين والعجيب أننا قدامنا حلول كتير علشان نحل المشكلة دي لكن كل مرة بنلف في نفس الدائرة ليه بنلف في نفس الدائرة؟ أقول لك أنا علشان بنشتغل من غير نظام علشان بنمشيها بالحب علشان ما بنحطش لوائح وضوابط ولا مواعيد محددة نشتغل بيها واللي بيطلب حاجة بياخدها عشان كده أنا جاي لك النهاردة في رقم عشرة وبحاول أقدم لك حل بسيط ننهي بيه كل القصة دي ونعمل دوري زي باقي الدوريات الطبيعية اللي بتبدأ في معاد وتنتهي في معاد محدد من الأول للآخر من غير الصداع من غير مشاكل موعد عايزين نبدأ فيه الدوري وموعد تاني ننهي فيه الدوري قدرنا اسمع الرقم ده قدرنا نبدأ الدوري في شهر تسعة آخر تسعة كده في الأواخر نبدأ الدوري بتاعنا موسم 2024-2025 ننهي إمتى؟ ننهي في شهر خمسة زي ما كل الدنيا بتعمل بدلا ما نقعد نقول ياه ياه احنا بعيد عنهم قوي لا سهلة سهلة مش اختراعة هي سهلة جدا نهاردة هنقدم لكم التصور اللي احنا حاولنا نعمله اجتهدنا ان احنا نعمله التصور ده لو عجب السادة المسؤولين عن كرة القدم المصرية عجب الأندية المصرية عجب الناس كلها يلا ناخده ونعمله او نعمل زيه انا مش بقولك ده الصح وسلم معايا بيه انا بقولك ده طريقة ممكن لو اشتغلنا بيها توصلنا النتيجة هنرتاح فيها كلنا طيب وعشان نبقى امين معك احنا مش جايين نعمل ده لا تنظير على حد ولا احنا بنعلم حد ولا احنا بننطقد حد ولا احنا بنعلي على حد احنا ببساطة شديدة قلنا في رقم عشرة هنا انا وكل زمائلي بدأ ما كل يوم نطلع نسرخ ونقول حرام عليكم والدورة بتاعنا ليه يبقى فيه كده وليه المشاكل دي بتحصل قلنا طبعا نشارك في صناعة الحدث العادة والصح بالمناسبة ان الاعلام ينقل الحدث بس بما اننا عايشين في ضوضاء طول الوقت بما اننا في بعض الاحيان الموضوع بيقلم معانا بعشوائية فقلنا نقطة نظام وتعالى نشارك في وضع النظام نظام جدول دوري محترم محترم فيه كل المعايير الممكنة فيه المعايير بتاعة البطولات الافريقية ومشاركات الاندية في البطولات الافريقية وحطينا وضع انه لو انت هتلعب مباراة خارج مصر هتاخد اربع تيام اجازة لو هتلعب مباراة في مصر فهتاخد ثلاث تيام اجازة حطينا موضوع المنتخب والتوقفات الدولية في الاجندة الدولية حطينا التصور لمباريات الكاس كأس مصر وكأس الربطة كل ده في وسط الموسم مش بعد الموسم ما يخلص والجدول يتحط عشان برضه أشرح لحضرتك النظام اللي احنا عملناه أكواد لكل الأندية من غير قرعة ولا حاجة كل نادي يخد كود يتحط ده كله على السيستم بشكل عشوائي عرفنا مين هيلاعب مين ومواعيده إيه والدنيا ترعت سهلة جدا أنا مش ببالغ لو قلت لك ان احنا عملنا جدول الدوري في ساعات آه آه احنا منحضر للقصة دي من أكتر من شهر بس الموضوع له علاقة بالصورة اللي هتشوفها الحاجات الصورة صورة بس لكن تكوين جدول الدوري خد ساعات العمل الدوري ده فريق عمل رقم عشر ده لجنة المسابقات اللي انت هتشوفه بعد شوية ده دي لجنة المسابقات اللي احنا شكلناها لهي القصة اختراع ولا الموضوع صعب ولا هقولك ان احنا كمان جايين النهاردة عملنا حاجة استثنائية وخيالية هو الموضوع كله ان احنا عقبنا مع بعض ونظمنا الوضع والنظام طلع سهل وبسيط جدا جدا اه بالمناسبة واحنا منعرض جدول الدوري او انت بتسمعني دلوقتي هتقول لي يا كريم ما هو فيه بطولات ما تحدد لهاش موعيد زي مثلا بطولة الانتر كونتنينت اللي هشارك فيها النادي الاهلي نهاية السنة كل حاجة معمول حسابة بطولات افريقيا حطينا مواعيد شبه الثلاث والاربع سنين اللي فاته الثلاث والاربع سنين اللي فاته وبباريات دولة ابطال افريقيا والكونفدرالية تقريبا واحد حطيناها في الحسبان طيب هتقول لي طب لو فيه مؤجلات زي بطولة ستسنية زي بتاعة الانتر كونتنينتل دي هتعمل ايه مفيش حاجة عندنا اسمها لاجل غير مسمى يعني لو هتأجل مباراة للاهلي مش هتقول له انا بقى أجلك لاجل غير مسمى هنبقى نشوف ما قد نحط فيه المباراة لا زي الدولة الانجليزية زي الدولة الاسبانية زي اي دورة في العالم فيه اماكن محددة للمؤجلات يعني ايه يعني مثلا هيتم تأجلها عشان مشاركته في بطولة الانتر كونتنينتل للدول الاول خلاص المباراة بتاعة 4 ديسمبر دي هتتلعب يوم 4 فبراير محطوط يعني ده ما عاد فاضي هيتحط مباراة مؤجلة لو فيه مشكلة طرقة اي حاجة اي حاجة طرقة طيب فيه نقطة كمان مهمة عشان الجدول اللي هيتعرف بعد اللحظات ده يمشي صح يمشي صح محتاجين كذا حاجة بصراحة يعني برضه مش اقولك ان انا اديتك الدور ده وهيخلص في نهاية مايو فالدنيا كده بقت توردي وحلوة ولزيزة كل ده ممكن يعق وكل ده ممكن يبوص في اي لحظة عادي ازاي لا نادي يطلب انه يأجل اكتر من المواعيد المسموح بيها ما بين المباراة الافريكية اللي قتلك 4 ايام لو مباراة خارجية و 3 ايام لو مباراة في مصر مفيش نادي ومصلحة مصر ان الدور يمشي صح يعني مصلحة الكرة المصرية ان الدوري بتاعنا يمشي صح ده واحد اثنين منتخم مصر هو الاولوية دايما وابدا في حياتنا في كرة القدم بس ياخد المعسكرات والايام الرسمية في الفيفا ديت او الاجندة الدولية زي كل المنتخبات في العالم ما فيش حاجة يسمعها 4 ايام زيادة ده منتخم مصر ومصلحة منتخم مصر مصلحة كرة المصرية ان الدوري يبقى منتظم 3 موضوع عربية دي يقولك اصلا عربية البس والمباراة ولازم واحدة او اتنين او تلاتة نجيب واحدة زيادة لو احنا محتاجين واحدة زيادة يعني لو العربية دي اللي هتأخر الدنيا اعتقد الاتحاد والربط يقدروا يجيبوا عربية زيادة مثلا يعني ده واحد 5 انه الاندية لا تتعنت مع بعض يعني ايه يعني كل نادي عنده ملعب او اتنين او تلاتة بيقترحهم على ربط الاندية هيلعب فيهم لو جيت النهاردة قلت الاهل والزمالك هيلعبوا في الكاهرة فمش الاهل والزمالك يقولوا احنا لازم نلعب في استاد الكاهرة مفيش مانع تلعب في استاد الكاهرة والتاني يلعب في استاد السلام التاني يلعب في استاد بيتروسبورت التاني يلعب في استاد المقنون العرب ونمشي قبولنا طيب لما نعمل الكلام ده كله ونعمل موسم استثنائي بشكل غير استثنائي يعني موسم استثنائي بشكل غير استثنائي عشان برضو الجملة تتفهم موسم استثنائي يعني كلنا نستحمل بعض ما نمسكش لبعض على الوحدة ما قلش شمعنا أنا نمشيها بشكل حلو كده ده الموسم استثنائي بشكل غير استثنائي يعني إيه؟ يعني هنلعب دوري طبيعي من 34 أسبوع لا هو دوري مجموعتين ولا هو دوري فيه عشرة هيكمله عشرة هيكمله عن منافسة وتمانية هيكمله على الهبوط أو العكس ولا أي حاجة من حاجات دي هنمشي دوري دور أول عادي 17 أسبوع دور تاني عادي 17 أسبوع بشرط أن كل الأمور دي محدش يخش ويبوز مش هطول عليك بس قبل ما أروح للفيديو ده عايز أقول لك كمان ملحوظة مهمة تسويق أي منتج في العالم تحديدا لما يبقى دوري لقرة القدم باختصار يعني أو بشكل أوضح عشان الدوري بتاعنا ده يجيب فلوس كتير قوي ولما الدوري يجيب فلوس كتير قوي لأن ده يتكسب كتير قوي لازم يبقى دوري منتظم لازم يبقى دوري محترم لازم أبقى أنا عارف وأنا سبونسر أو راعي داخل الدوري ده أنا عارف اللي أنا نازل أنا المنتجسين عايز أنزل على المطش بتاع الأهلي والزمالك اللي بيتلاعب يوم 4 يناير أنا عارف المطش هيتلاعب أمد لا أنا راعي عايز أنزل على مباراة الإسماعيلي والاتحاد الإسماعيلي والمصري أنا عارف أن المباراة يوم 15 فبراير أنا عايز أنزل على الدوري كله فأنا عارفت أنا كشركة شركة إنتاج منتج معين أنا عارف أنها بنزل البودجيت بتاعه والميزانية بتاعتي على الدوري اللي هيبدأ في شهر 9 وهيخلص في شهر 5 فدي ميزانيتي مفيش حد هيجي لك ويصرف فلوس كتير وهو شايف عشوائية طول ما أنت منظم طول ما أنت بتكسب الدوري بيكسب أندية بتكسب لعيبة بكواليتي أحلى منتخب هيستفيد فرق هتستفيد لعيبة هتبقى بصحة كاملة ما عندهاش إصابات ولا استهلاك بدني كل حاجة هتبقى سليمة لو الدوري منتظم